موسيقى رحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم يرجى الانتباح إجماعة يرجى الانتباح وسؤال أنفسنا هل نحن أشخاص لدينا وعي بما يعرض أمامنا هل عندنا وعي بالأشياء التي نشوفها أو نسمعها حوالينا اليوم العصر يعني في هذا الزمن الدنيا صارت وائد سريعة وإنت قادر عن طريق التكنولوجيا قاعد ببيتك تقدر تشوف سطح القمر شلون صاير بل أن تقدر تشوف حتى المريخ شلون صاير ما نقال لكم اليابان أو أمريكا تشوفها بجوجل ماب لا لا ترى حتى بره الفضاء تقدر تشوف كواكب ونجوم بدون تلسكوب وانت قاعد بمكانك هذا دليل على قدرة الإنسان العالية على التطور ترى الإنسان لما تعلم بس تعلم بس تعلم شلون يطير خلال يعني كم عمر الإنسان ما أدري كم عمر الإنسان بس عمر الأرض اللي قدرونه الجيولوجيين أربعة فاصلة خمسة مليار سنة ما أدري متى إيه الإنسان ولكن متى بدأ يطير أواخر القرن الماضي أواخر القرن اللي قبل الماضي بداية القرن الماضي بدأ يطير الإنسان بدأ يتعلم أنه يركب طيارة فيه شيء اسم طيارة نقدر نسوي طيارة وشذيه فتخيلوا من مليون سنة ما تعلم أنه يطير إلا بعد هالمليون بعد ما تعلم قفز قفز الإنسان خلال أمية سنة قدر يوصل إلى الفضاء وقدر يصنع صواريخ وقدر يصنع طيارات من غير طيارين تفاديا لوقوع وحايا بشر فقالك قد تروح الحديد بالحديد ولا في الناس فقاموا يسوون طيارات من غير طيار ترى فترة أمية سنة ترى مو فترة كبيرة بالنسبة حق وجود الأرض اللي هو أربعة فاصلة خمسة مليار سنة ولا شيء أمية سنة أنت تصنع هذا كله هذا دليل على تطور الزمن وسرعة هذا الزمن مع هذا التطور وهذه السرعة في أجهزة تطلع في تكنولوجيا وفي شوايد وترى هذه الأجهزة حالها حال أي شيء حال حال السيارة سيارة تقدر تستعملها استعمال صحي تقدر تستعملها استعمال يقتلك سيارة هي أداة نقل تركبها توصلك من البيت إلى المكان اللي عندك رايح له وترجعك البيت بطريقة مريحة بطريقة سريعة بكل بساطة هذه السيارة تقدر تستخدمها طريقة تقتلك وتسجنك يمكن وتشلك ممكن هذا ممكن وهذا ممكن نفس الشيء الأجهزة والتكنولوجيا اليوم في عندنا في وسائل التواصل الاجتماعي الكثير الكثير يا جماعة مو بس عندنا في كل دول العالم في الحملات الانتخابية بالولايات المتحدة في بداية ظهور السوشيل 2010-2011 فيه فيلم وثائقي يوريك شلون بذاك الوقت يعني قبل 12-13 سنة شلون كانوا أعضاء الكونغرس يستخدمون الوسائل التواصل الاجتماعي يمسك لصحفية عندها بالصدفة هذه الصحفية حطت حساب تويتر صار عندها عشرة آلاف متابع في وقتها يعتبر ويد في ولايتهم اللي هما فيها فحاول يوصل حق هذه الصحفية بسبب المتابعين اللي عندها وقام يعطيها أسرار علشان يصير عندها سبق صحفي كونها صحفية هاجسها السبق الصحفي فقام يعطيها أسرار وقال لها الأمريكان كلها تخذ فقال لها سمعي أنا أعطيك أخبار لا يعلم فيها أحد إلا في غرف مغلقة مسؤولين سياسيين كبار أنا أعطيك هذه الأخبار وانت يعيشي حياتك بالمقابل حملة الانتخابية أنت من الداعمين الأساسيين لها اللي أنا أقولش تكتبينها تكتبينها وقالت لتم وقام يستخدم هذه الصحفية ومتابعين هذه الصحفية لإيصال أفكاره الخاصة وكسب الناخبين علشان يصوتون له وينجح وهو فاسد بالولايات المتحدة هذا العضو البرنامج الوثائق يقولك أن هذا كان فاسل ويوريك شلون يخدع الناس ويكذب على الناس أنت كمتلقي كقارئ لهذه الأخبار أو كمشاهد لهذه الأخبار إذا كان عندك وعي مو تعلم مو مو دراسة مو صاحب تخصص لا 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 وعي أنا أتكلم عن وعي وعي يعني أن أنا أحلل وأفكر أكثر باللي قاعد يعرض أمامي هل هو واقعي ولا غير واقعي هل يناسبني ولا لا يناسبني هذا اللي أقصد فيه الوعي يرجى الانتباه بعد الفاصل راح نوضح أكثر شنو أضرار وشنو فوائد التكنولوجيا الحالية خلكم معنا يا جماعة كل واحد لما يقعد يقرأ بالتليفون ماله يكون مستلقي إذا في البيت كل واحد ببيت يأخذ راحته تكون مستلقي على القنفة مرتخي قبل النوم فاتح التليفون قاعد تقرأ هذه اللحظات هذه اللحظات و أقول لكم معلومة المفروض اللي يسمعها من اليوم رايح يعتبر واعي في هذه المعلومة هذه اللحظات هي من أفضل اللحظات لتلقي الإيحاءات فلا طالع أخبار و أنت من سدح لا تقرأ سياسة و أنت من سدح لا تقرأ أشياء سلبية قبل النوم لأنه ظلمة و تليفون الليت و عيونكم بقيقة على الليت و قمة التركيز يعني هذا التركيز لو أنت بالثنو و يتركزه مع مدرس تتيب إيه على طول بس بالتركيز بدون دراسة فأنت قاعد تركز مفتح الوعي عندك ملاغي الوعي عندك و فاتح اللاوعي تقول لها اخذ اخذ من هذه المعلومات و من هذه الأخبار و من هذه الإشاعات و الكاتب اللي أنت متابعة أو صاحب الفيديو و صاحب القناة الناشر البلوغر من وما كان و هو يبرمجك كيف إذا أنت ما عندك وعي أنت تعتبر مستسلم و قاعد تتلقى هذه المعلومات و أنت لا تعلم شنو أجندة هذا الكاتب و لا تعلم شنو أهداف هذا اللي قاعد ينشر فيه ديوات و لا تعلم ش حق هذا قاعد يطنز على هذا و ش حق هذا مصر أن هذا الإنسان فاسد و هذا مصر أن هذا الإنسان ما يقدر يدير إدارة و مصر ليش هذا شنو يعني يعني ش دعوة هو يخاف على البلد أكثر مني هم ما أنا خاف على البلد ولا هذا يعني يعني هذا الحين يعرف هالمسؤول الكبير و ش دعوة شنو عرف أنا هذا يعني دوانية يقعد عندنا مثلا خل الكويت صغيرة يعني كلنا مليون و نص مليونين نسمة يعني عرف بعض فشنو أنت يعني تعرف هذا و لك علاقة مباشرة و شنك أنت طالع من غرفة الاجتماعات مالتا و تقعد تنشر لي أخبار ش دارك فالوعي عند الإنسان أنه يسأل نفسه بهذه الأشياء هذا ليش قاعد يقول ش دي شنو الدافع ماله هل الدافع مصلحة شخصية ولا الدافع مصلحة بلد ولا الدافع مصلحة مجتمع ولا الدافع تخريب لهذا المجتمع و تفكيك لهذا المجتمع لما يطلع لك واحد و يقول لك الفئة الفلانية ولا العائلة الفلانية ولا الناس هذولي يعني أي أن كان يصنف لك فئات المجتمع علشان يخلي مخك و أنت قاعد تمشي و أنت قاعد تراجع وزارة و أنت قاعد تكلم مع مسؤول و أنت قاعد تقرأ شيء يخلي مخك موجه يخليك كأنك موجه أنت قاعد تقرأ حق شخص تبع هذه الفئة إذن هذا ما رح أصدق اللي يقوله شوف ترى اللاوعي شده يلعب معانا ترى بهذه الطريقة يلعب معانا اللاوعي هذا من هالفئة لا 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 ما رح أسمع منه زين يمكن كلامه صح يمكن كلامه صح عمية في عمية هذا يعني ترى حتى لو قال شيء حتى لو خربط بأنها ترى ما يقصد أهو وتأول تأول خطأ هذا الإنسان وتبرر خطأه لو كنت محامي ممكن تطلع براءة من إعدام وانت وانك شغل مجرد أنهم أغسلوا مخك وحاولوا بس يوجهونك بطريقة غير مباشرة سلسة وسهلة جدا يعني من طرق التسويق وهذا كله متعلق بالتسويق من طرق التسويق في أحد الشركات الكبرى العالمية يقول لك ملل الناس من شعاري أبيك تملل الناس من شعاري وينما يروحون أبيهم يشوفون شعاري تلاقيهم وينما يروحون؟ الشعار بكل مكان فمتى ما حكهم اليوع؟ على طول وهما مغمضين يروحون حك هذا المطعم أول سؤال وين المطعم الفلاني؟ أول سؤال وين المحل الفلاني؟ وكذلك المحلات أي أن كانت المنتجات اللي بيعها هذه المحلات بس بالأخص المطاعم المشروبات معينة أول اسمي على بالك هذا الاسم اللي تم توجيهك لاستخدامه تم تعليمك من صغرك عن طريق الإعلام القديم والحديث أنك أنت تتبع هذه الطريقة بشكل عشان مصلحة ترى يعني بالنهاية هذولي تجار حقا يبي يستفيد الريال مو مشكلة شاطر بس أنت لازم يكون عندك وعي هذا لا يعني أنه هو إنسان سيء هذا لا يعني أنه هو إنسان حرامي هذا لا يعني أنه هو إنسان فاسد لا لا بالعيكس نظيف ومحترام وما في شيء بس الريال عنده سلعة يبي يبيعها يبي يربح ما عنده مشكلة مو غلط ما سوي شيء حرام هو استخدم طريقة ذكية بحيث أنه قدر يوصل لك رسالة أول اسم هي على بالك إذا يعت إي على بالك هذا المطعم أول اسم هي على بالك إذا اشتهيت مشروب غازي إي على بالك هذا الاسم مع أنه تأخذ مشروب ثاني بس تقول حق راعي المطعم أنا أبي كذا وهو يقول لك أنا ما عندي هذا عندي هذا يقول لها أوكي نفس الشي نفس الشي فيرجى الانتباه يا جماعة نكون واعين على المعلومات التي نتلقاها نكون واعين على الأشياء اللي قاعدين يقولونها الناس شون ندافعهم شون يبون ليش قاعدين يقولون شذي بهذه الطريقة ما نكون تابعين للأشخاص نكون مجتمع يميل إلى القيادية وكل قائد يحترم القائد اللي فوقه والقائد اللي تحته يحترم الأتباع اللي يتبعون هذا الإنسان بوعي يعني يعني لما يكون الواحد قائد يفضل أن يكون قائد لأشخاص واعين القائد النظيف أنا أتكلم يكون قائد لأشخاص واعين أفضل له مليون مرة عشرة واعين أقودهم أحسن ما أقود 101 ما عنده وعي شنو بستفيد من هذا 101 أنا أنا أبي عشرة واعين هذول بالنسبة لي يكفوني ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة